تابع بند 2-1 تسجيل وتنظيم البيانات وتمثيلها المثال الثاني في نهاية كل حلقة من برنامج حوار تفزيون يدعى المشاهدون إلى كتابة المنتجي البرامج ويطلب منهم كتابة العمر وذلك الموضوعات التي يرغبون في مشاهدتها استخدمي الجدول التكراري لصنع مدرج تكراري ثم بيّني أي الفئات العمرية هم مشاهدون متجاوبون جداً مع البرنامج الحواري لدي الجدول الموجود الفئات والأعمار لدي الفئة الأولى الصفر إلى العشرة إلى 20-30-40-50-60 فإذا التكرار لدي هنا صفر إلى 10 أقبل 10-12 وهنا الفئة العشرة 20 شخص 8 أشخاص 7 أشخاص 3 أشخاص 3 أشخاص 5 فإذا سوف نقوم بكمتينها بمدرج تكراري مدرج تكراري إذن نرسل المحور الرأسي نرسم المحور الرأسي والمحور الأفقي نرسم المحور الرأسي الأعمار الأعمار أول فئة ما هي الأعمار والمحور الرأسي نكتب الأرقام أنت طبعا نلاحظ الأرقام تبدأ أصغر واحد ثلاثة وأكبر عدد 20 بعد أن تكون فترة طوحة 2 مثلا 0 إلى 2 4 ثلاثة 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 ثلاثين أربعين خمسين وستين آخر فئة ستين نبدأ أول فئة نمثلها السفر عندي اثنعش تكرارها اثنعش إذا نذهب عند الاثنعش عند الاثنعش نرسم ما في فراغ اذا راح نلطقه بالمحور لأن هذا هو مدرج التكراري ما في فراغات بينهم ايه ونظلم العمود عشرة عندها عشرين تكرارها ايضا عمد العشرين راح نرسم عمد العمود ثاني ونكمع العمود نرسم العمود لا يوجد فراغات بينهم لأنه مدرج التكراري وليس تمثيل بياني بالأعمدة تمثيل بياني بالأعمدة سيضر فراغات ولكن مدرج التكراري لا يوجد فراغات بين الأعمدة من عشرين لدي ثمانية يعني عندها ثمانية راح نرسم خط المصدرك نرسم العمود العمود اللي بعدها رغم ثلاثين ثلاثين نرسم ثلاثين لدي كم تكرارها السبعة السبعة طبع الموجودة على التدريج اللي أنا حاطتها السبعة تقع بين الستة والثمانية عندما بين الستة والثمانية راح نرسم خط ونوصل نظل الاربعين ثلاثة نرسم الثلاثة غير موجودة على التكرار بالفئة بين الاثنين والاربعة إذن بين الاثنين والاربعة راح نرسم خط عند الفئة أربعين راح نرسم خط ونوصل الفئة اللي بعدها الخمسين هنبعد الثلاثة إذن نسل الثلاثة اللي قبلها راح نرسم الثلاثة نوصل الخط ونضل الفئة ستين خمسة الخمسة موجودة هي بين الاربعة والستة إذن بين الاربعة والستة عند الفئة ستين راح نحط خمسة بين الاربعة والستة ونوصل البعض ونضم هذا هو تنفيه البياني المدرج التكراري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر